اه ماشي مضمون. مينا جرجس بيقول ايه اي اي ماركتنج. اه شباب بالنسبة برضو الاي اي ماركتنج برضو علشان خلينا بس ايه نتكلم في الموضوع ده برضو لان في ناس كتير جدا شرحت لك موقع اي اي ماركتنج على اساس ان هو ده استراتيجية وان ده شغل وان الموقع ده موقع جبار وما فيش زيه وان الموقع ده جامد ومش عارف ايه شباب من الاخر كده موقع اي اي ماركتنج هو موقع استثمار عشان بس انا منتحكش على بعض هو موقع استثمار يقول لك بقى انا باخد فلوسك اعمل بها روبوت وسوق لك ومش عارف ايه والروبوت ده بيتير والكلام ده كله في الهجس وموقع هو عبارة عن موقع استثمار بس في شكل مختلف يعني وخلي بالك موقع الاستثمار مش عيب ولا حرام لان كلنا بنشرح موقع استثمار وعارفين ان موقع اي اي ماركتنج او سواء في بانكس او او اي اي او كل دي موقع استثمار هدفها الوحيد هي جمع راس المال في بعض المواقع اكيد بتشغل راس المال ده وتبدأ تديك نسبة من الارباح في مواقع تانية برضو اكيد ما بتشغلش راس المال وبتبدأ تديك ارباح من فلوسك اللي هي انت قدتها ففي كلتا الحالات موقع الاستثمار او مواقع الاستثمار احنا عارفين ان هي مخاطرة جيرة جدا وكلنا وقبل ما بشرح اي فيديو اقول له حضرتك الموضوع في الاول فاخر بيرجع لك لان في ناس غيتها كده في ناس غيتها موقع الاستثمار في واحد ما بيعرفش يشتغل شغلة عادي هو مش عايز اشتغل هو معه فلوس عايز يدخل يحط الفلوس في موقع الموقع تدي له نسبة ارباح بيحب يغامر هو حاسس ان ده مغامرة بيحب يعلي الادرينالين في جسمه ويقول لك انا ايه انا حاسس ان الموقع ده انا هجيب منه ارباحي دي بنسبة ميتين في المية في ناس تانية تقول لك والله لأ انا خليني ماشي في المضمون انا مضمانش ممكن الموقع يقفل وفعلا هما كلامهم صح لان انت ممكن الموقع ده يقفل انا مضمانش صاحب الموقع صاحب الموقع ده بتاكد زرار ممكن يقفل الموقع بعد ساعة من التسجيل بتاعي فانا مضمنهوش بس طالما انا دخلت موقع الاستثمار واشتغلت فيه لازم ما بحاطت في دماغي حاجة وهي ان انا ادخل بمبلغ يكون المبلغ ده بسيط ما يكونش كل راس مالي ما يكونش كل الفلوس بتاعتي يعني الفلوس اللي انا هدخل بها دي ما تكونش كل فلوسي اللي تجيبي عشان ما فلس لقدر الله في حالة لو الموقع ده قفل او الموقع ده هصل له اي مشكلة فده اول قاعدة او دي اول قاعدة شباب ما ادخلش بكل راس مالي ادخل بجزء بسيط جدا من فلوسي او جزء بسيط جدا من راس مالي وابقى عارف ومتأكد ان الموقع ده لا محالة هيجي له يوم. آآ ويقفل بس انا بحاول ان انا احقق اكبر قدر ممكن من الارباح قبل ما الموقع ده يقفل. طيب. آآ في نادر بيقول لي بالنسبة للآآ تداول ترشح لي اي منصة. والله نادر انت عندك التداول انواع يعني انت عندك فيه تداول اسهم. فيه ممكن تشتري اسهم او عملات رقمية. فيه تداول تاني. انا اسف. انا اسف على الصوت. عشان قاعد في البلكونة بس. فيه تداول فيه انواع كتير يا شابب من التداول. يعني انت عندك تداول مسلا من عملات رقمية. انا ارشح لك منصة لو هتشتغل في العملات الرقمية. عندك شركات واسهم وكده تشتري اسهم مسلا شركة جوجل. اسهم شركة فيسبوك الحاجات دي. فانا ارشح لك اي تورو او اي فيست او اللي احنا بالمناسبة عاملوا لهم سلسلة كاملة على القناة عندنا. آآ فيه كمان نوع من التداول اللي هو الخيارات الصنائية. الخيارات الصنائية اللي هو يطالع ينازل مكوش آآ نقاش. فالخيارات الصنائية لو انت عايز تشتغل فيها فارشح لك منصة او منصة او منصة او منصة فدي من افضل ثلاث منصات في المجال ده بصراحة. طيب. مش انا معاكو انا هابدأ ان انا اقرأ كومنتات مشي. ايه الفيزة اللي بتستخدمها في موقع الفيزة شابة اللي انا كنت بستخدمها في ايداع والصحب. آآ في موقع هي فيزة فيزة في حساب امريكي في بايونير. دي الفيزة بتاعتي اللي انا بستخدمها في عملية اليداع والصحب. خلي بالك لو استخدمت اي فيزة مصرية او فيزة في حساب بنك مثلا بنك اهلي بنك مصر اي بنك محلي. آآ ممكن تقبل معك اداع بس مش هتقبل معك سحب. يعني ودي مشكلة كبيرة بيقع فيها كل الناس ان هو بيعمل اداع بفيزة مصرية. بيجي بعد كده يعمل سحبة لاي الفيزة ما بتقبلش. الفيزة بتقبل الاداع بس اللي هي بتعتبر الاداع بتاعك ده انك بتشتري حاجة من الانترنت بس بتشتري حاجة من سوق دوتكوم. فبتقبل ان انت تاخد منها فلوس. انما انك تحط او ترجع عليها فلوس. فده اللي بيبقى صعب شوية. تمام اهو نادر بيقول لنا انا حاولت او دع تاني في قول ان بتاعت بنك اهلي مش قابل فانا بيقول لحضرتك البنوك المحلية ما بتتعملش في الحاجة دي. فانت الافضل تعمل حساب امريكي على بايونير بفيزة امريكية وتستخدمها. طبعا ان شاء الله ربنا يعافيك ربنا خليك يا رب. ما هو افضل وسيط لتحويل اه الاموال? بصراحة شباب في صفحتين على الفيسبوك. في صفحة اسمها اه حولي. بستخدمها وفي صفحة تانية اسمها وسطنا. اه بس ممكن تستخدم وسطنا لان تقريبا صفحة حولي في الفترة دي تقريبا اه قفلوا يعني او اه مش عارف. بس انا ساعة ببقعت لهم رسال كتير ما بيردوش. فانت خليك على صفحة وسطنا كويسة جدا. وفي بقى اشخاص ممكن تتعامل مع اشخاص يعني.